مشاهدين زي ما استمعنا لكلمة دولة رئيس الوزراء من داخل جهاز تنمية المشروعات في افتتاح معرض أهل المدارس اللي تحدث فيها عن مشاركة أكتر من 200 شركة وعارض هذا العام في المعرض بنسبة تخفيض بتصل من 30% ل50% ده يعني سعر التخفيضات بمقارنة هذه السلع للسلع الأخرى المعروضة في الأسواق ويسعرها الطبيعي وأيضا تحدث دولة رئيس الوزراء لأن المعرض فيه عدد كبير جدا من السلع سواء كانت أدوات مكتبية أو ملابس أو أيضا مواد غذائية تحدث يا هدير أيضا كمان عن فكرة التصنيع وزيادة المنتج المحلي وقدرته على المنافسة وجودة المنتج المصري يمكن توقف هنا سيادة رئيس الوزراء عن الحديث عن جودة المنتجات المعروضة وأنه معظم العارضين داخل هذا المعرض معرض أهل المدارس بيصدروا منتجاتهم إلى الخارج وده نقطة مهمة جدا تتم بها الدولة المصرية دلوقتي مسألة توطين الصناعة كمان توقف رئيس الوزراء من الجناح الخاص بأولادنا من زاوي الهمم حياء معرض أهل المدارس بيوفر المنتجات القاصة بالمدارس شرنة مدرسية أزياء مدرسية ونحن نتخلين على عام دراسي جديد إن شاء الله ففرصة لكل أهلنا إنهم يروحوا معرض أهل المدارس وأعتقد أن الناس بتتنامي من سنة للسنة هو أهم حاجة اللي احنا أصبح عندنا منتج مصري قادر على المنافسة بمعايير وجودة بتتماشى مع المعايير العالمية